السلام عليكم ورجعت لكم في انطباع انيمي ري زيرو خلونا نبدأ انيمي جميل جدا في ماي انيمي لس خطقين فوق الثمانية لما انيمي جي اخذ اسكور فوق الثمانية صدقني انها انيمي رائع جدا لخاصة ان كثير من انيميات ربيع ما حازت على اسكور هذا واحد منهم من الانيميات اللي انا معجب فيها ما حاز على اسكور هذا جاء انيمي ري زيرو حاز على اسكور وهذا انيمي ري زيرو مقرر لها ان يكون 25 حلقة ومور واضح هل سيكون سيزن ثاني ولا لا هل ستختتم القصة في 25 حلقة ولا لا هذا كلها ما واضحة العموم اللي نزل من انيمي ري زيرو لحد تصوير هذا انطباع هو 4 حلقات ما وصلت لحد الى معرفة اليوم الدقيق لنزول حلقة ري زيرو نمط انيمي ري زيرو هو عالم موازي سحر خيال وتحس انهم بيبون يدخلون ما بين العاب جي ار بي جي اللي جابانيز ار بي جي ف لو بتكلم عن ري زيرو رح تحس انه ميكس ما بين هل سرد اوت انلاين و دان ماتشي اما ان يكون اقرب الى دان ماتشي اما ان يكون اقرب الى سورد اوت اونلاين القصه جميلة جدا الرسم جميل جدا استحابك تانتباه في حلقة صفر وفي حلقة واحد أو بعض المواقع تكتب لك واحد بوينت واحد وواحد بوينت اثنين ومواقع تكتب لك واحد ألف وواحد باء العموم وهو أربع حلقات لكن الأساس منهم خمس حلقات فالحلقة صفر أو الحلقة واحد هي بداية الأنمي فعلا الستوديو المنتج للأنمي الجميل هذا هو الستوديو وايت فوكس وأخذ الأنمي هذا من لايت نوفل يعني رواية خفيفة ومش من مانجا من رواية بسيطة وخفيفة وحوالها إلى أنمي هذا كل شيء تحتاج تعرف عن الأنمي إذا أنك لم تشفتها حد الحين نوقف الفيديو وراح شفها ومثلما رجاء تابعا طباعي أما إذا أنك لم تشفتها أو ما يهمك أن ينحق عليك بعض المعلومات التي أقولها قدام كمل معي الأنمي جميل جدا القصة من الحلقة صفر خلتني أوقف الأنمي ما رجاء تلعقه بسبوعين أشوفها ما فهمت ما سالفة وش اللي قاعد يصير هذا عالم موازي أو القيم يتكلم شنه خبط لزق البطل دخل في عالم موازي بدون أي تمهيد حسيت أني أشوف حاجة معلش مش ولابد لكن كان هذا خطأ مني كان مفوضني أكمل على أقل ثلاث أو بعض حلقات بعدين أحكم عشان كذا وقفت جمعت ثلاث حلقات وجعت شفت الأنمي شفت انفجار انفجار في قصة لمسات جميلة لمسات جميلة اللي سيل البطل باختصارنا لما يموت يسوي ري ست أو يرجع من جديد للآخر سيف بوينت ورجع وعدل ورجع الثانية وبعدين صار في تداخل كل مرة يتغير يتغير المجال يتغير الناس لكن الأشياء الرئيسية تمشي بس ولي غير مجاله ولي غير طريق حياته أنت ما تحتاج أنك تسوي ري ست ولا سيف بوينت لما تجي الحياة الواقعية دائما تاريخ يكرر نفسه دائما أما أنك تتخذ الطريق الصحيح أو تجرب طريق ثاني أنا ولا ما عندي لا يمين ولا يسار خلاص لا أما أنك تتخذ الطريق الصحيح أو أنك تتخذ طريق ثاني أفضل مش للهرب وهذا اللي هو سواه كل ما تغير معها الموضوع يتوجه للحل الصحيح اللي هو انقاذ البنت والطوق الثانية اللي كان فيها خطأ يحاول يعدلها من ثم دخول الفارس في القصة وقتاله مع هذه اللي اللي يسمونها قطعة الأمعاء أو باقرة الأمعاء كان شيء جميل صح قتالهم جميل استخدام المانا هي دائما نقول أحتاج المانا اللي ما لهم في الجيمز المانا هي القوة السحية أو الروحية اللي يحتاجها الروح يحتاجها الساحر عشان ينفذ ضرباتها أيضا اللي ما لهم في الجيمز البنت هذه من الألعاب لها تصنيف اللي يسمونها بريست كاهنة أو قسيسة أو ماجيك وايت ماجيك تستخدم السحر الأبيض ولها اسم ثالث يسمونه الشمان الشمان هو الساحر الأبيض اللي يتعامل مع الأرواح اللي يتعامل مع الأرواح البيضة ليس السوداء السوداء يتعامل مع الشياطين وينتقل إلى تصنيف رابع اسمه وورلوك أو إذا يتعامل مع الحيوانات والطبيعة بشكل أكثر ساحر آخر اسمه الدرويد هنا هي أما الشمان أو كاهنة فتصرفات الشمان والكاهن دائما كذا غريب ويفضح نفسه بسرعة يعني أنت ماذا يسوي كذا أشياء كثيرة يدور في رأسه يكلمك وكأنما يكلمك يفهمك ويسوي فيها أنما يفهمك دائما في الألعاب تشوف الشمان أو البطل من نمط القسيس يتصرف بالشكل هذا يعطيك الغاز أكثر مما يعطيك إياها الساحر الأسود أو الشيطان فعشان كذا تشعون البنت ما توضح حقيقتها من أول الحلقات وطولت لكن أنت تقييمك إذا أنك جيمة البطل شوح يكون تخصصة في الأنيمي لما تكون أنت بطل في لعبة زي كذا شو نوع حي تتخصص طبعا دائما في الألعاب اللي من نمط جي أو الابي جي اليابانية يعطونك فلصة بعدين للتخصص أو في البداية يعتمد لكن في الجي أربي جي يعطونك يكون مقررة لك شن هي بدايتك لكن في الألعاب الثاني العالم الحر يخليك تبدأ بعدين تختار شنو التخصص شن هي الوظيفة زي ما عطوا في البداية يختاروا أن يكون عامل منزلي وهذا واضع نوع لكم من الجي أربي جي لأن في الجي أربي جي ما شاء مع الوظائف مو من البداية يقول والله أنا بيكون السحر العظم مو من البداية يكون أنا أبغى أسوي أقوى الأسلحة وأجمل الأسلحة لا لازم تدرج تدرج في بناء شخصيتك تدرج في بناء قوتك طاقتك تشوفونا كل ما رجع ورجع بشكل أقوى هذا اللي راح يصير لما سألوه ليش ما قفز للأعلقة أنا أقفز لللي أمامي هذا هو نمط الألعاب اليابانية وأيضا في كثير من الألعاب اطبق النمط هذا فخلونا نتوقع الحين البطل هذا بعد وظيفة خادم المنزل إيش راح يختار أنا أقترح أن أكون راح وظيفة قوية لكنها بوض وبسيطة مثل المكتبة وشغلة الثانية والمهمة أيضا شنو تخصصها كمقاتل إيش راح يكون يعني واضح أن العالم يعتمد على السحر حتى في السيافين اللي هو سياف استدعاء القوة زي ومن قبل شفناه في داي الشجاع وفي داي الشجاعة هيونيكل نوع السحر هذا وليس إدعاء الدروع والسيوف شنو التخصص اللي راح يأخذ البطل الحلقة الرابعة لما سوى بعد ما صح من النوم أكون معكم صريح شوي حطمتني ما حبيتها لكن إذا وضحوا لها سبب أقوى راح أحبها العموم ننطر الحلقة الجاية الحماسي اللي بيجي فيها صراحة أنيمي أنصح فيه وبقوة وأتمنى الانطباعي عنه عجبكم وأيضا هاشتاغ هذا على تويتر والإستغرام واليتيوب والفيسبوك في كل مكان وكل من دعمني على البيبال واللي أحيانا أغلط وأقول البيبال معليش مشروه هلي وكل من دعمني على البيبال تقدر تدعمني ولو بدل أو واحد أيضا تقدر تدعمني بالدعاء لي بالتعليق تقدر تدعمني بنشر الفيديوات وفي السبسكرايب في قناتي وأيضا دعواتك لي بالتوفيق كف الأذى أيضا تقدر تدعمني فيه وفي النهاية نقول جميعا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغرق وتبريك شوفكم